اختتمت في مدينة الرياض أعمال اللقاء التشاوري الدوري الذي جمع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء وعضاء غرف التجارة والصناعة بدولي مجلس التعاون وتم خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية لشركات القطاع الخاص وعدد من الملفات الاقتصادية المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا من الرياض عبد الرحمن الحربي انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض أعمال اللقاء التشاوري الدوري الذي جمع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء وعضاء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وبحث الاجتماع سبل تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية في دول الأعضاء المجلس التشاوري طبعا بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع دوري يعقد تقريبا كل ستشور مرتين في السنة المواضيع نطرحها كيفية التكامل وتمكين القطاع الخاص بتعزيز الاستثمارات المشتركة البينية بين دول مجلس التعاون كما تم خلال اللقاء التشاوري التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين دول مجلس بشأن الأمن الغذائي إضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية البينية هذا الاجتماع كان مهم جدا عرضنا علينا بعض المقترحات من كل دول كان موجود فيها وكان من السلطة العمان كان أبرزنا أن هناك ضروري جدا لعمل منصة إلكترونية موحدة لنستعرض كل الاستثمارات والمناقصات الموجودة لدول مجلس التعاون الخليجي واستعرض اللقاء التشاوري الجهود المشتركة الرامية إلى التحول نحو الخدمات الرقمية في الفرص التجارية والاستثمارية لدول مجلس التعاون اللقاء التشاوري المشترك أكد على تعزيز وزيادة فرص التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدعم النشاط التجاري في دول المجلس عبد الرحمن الحربي تلفزيون البحرين الرياض